سؤال أيضاً للمداخلة ألم يصدعوا رؤاصنا في ظرف سنوات طويلة أن أويحيا خاصة على أويحيا وسلال وبدوي هؤلاء ولات بعضهم كان يكتب لي في 2017-2018 أنت خارج على ولي الأمر أنت ضد ولي الأمر أنت ضد الدين طيب ها هو ولي أمرك اللي كنت تعتبره ولي أمر نحن كنا نعتبرهم ولات فجور وخمور ولصوص ومفسدين هم مش حاسبوا فيهم على فجور والخمور لأنهم يشتركون في هذه رغم يحاسبوا فيهم على فساد عارم أو تبون جزء منهم لكن فقط نصف العصابة في السجون نصفها مع تبون نصف العصابة لا يتحاكم لا مش رأي تحاكم مش يحاكمون على ما قاموا به من قاتل في التسعينات مش يحاكمون على فسادهم الأخلاق العارم على فجورهم الذي ليس له حدود يحاكمونهم على المال ويحصلوا إلى درجة قال كان أعطوني من يشعر في ستين لينغو دور وباحها في باحها في في المارشي نوار جابت له ثلاثين مليار خمسمائة مليون للينغو دور هو شخصيا وباعترافه هو إذن أنا أتكلم هنا مع رؤوس المداخلة ما نش نتكلم عن ناس البسطة مساكين اللي يتبعوا برك هؤلاء ألم تجعلون منهم أصناما باعتبارهم ولا تأمر وأنه لا يجوز الخروج عليهم ولو بكلمة في صدرك وصل واحد يقول باللي ما تخرجش عليهم ولو بكلمة في صدرك بينك بين نفسك ما تقدرش تقول باللي ويحيا سيئ والله سلال سيئ تخيلوا إلى هذا الحد تخيلوا الخباء تخيلوا الاستهبال اللي يقدر يصلوا إنسان ويقول لك باسم الدين كذبتم وخصئتم كذبتم وخصئتم الدين الإسلام جاء للعدل وجاء للعمر بالمعروف والنهي على المنكر وهذا هو أعظم الأشياء بعد الإيمان بالله كذبتم وخصئتم جعلتم من حكام فاسدين ومفسدين ولصوص ومجرمين بنص قوانينهم الآن جعلتم منهم مقدسات لا يجوز حتى نصحوا آه أبدا مرة واحد تخل فيه معايا قال لي لا يجوز قلت له يا سيدي رغم نقدمونهم في النصح قال لي لا يجوز النصح على العلن طيب قلت له كيفاش نوصلونهم على السر آه قال لي ما نوصلونهم على السر ما تقدرش توصل لهم طيب ما نقدرش نوصل لهم باش ننصحوهم في السر ولا تنصحوهم في السر ونحن ما نقدرون ونترك تمنعنا في العلن كيفاه طبعا لما تحاسبوا بالمنطق وبالحد الأدنى من الدين مش حتى وتقولوا أنه كانوا كانوا صحابا يقفون لصحابا ويقولوا لهم والله لو خرجتم على هذا وذاك لو خرجتم على أصل الدين لو خرجتم لقومناكم بما فيها بالسيف قلت له احنا ما نش نقول لهم بالسيف لا بالسيف ولا بالكلاش رأنا نقوله غير بالسانة يعني لكنه هذا هو عندما يستهبلون بعض الناس فيصدق الكاذب عندما كنا نقول أن ويحيى كاذب كنتم تصدقونه وتكذبوننا عندما كنا نقول أن ويحيى وسلال وبتفليقة لصوص ومفسدين كنتم تأتمنونهم وترفضون وترفضون الاستماع مننا اعتزاما على الناس يكذبوا فيه الصادق ويصدقوا فيه الكاذب ويؤتمنوا فيه الخائن ويخونوا فيه الأمين كنتم تخونوننا وبعضكم ما زال يخوننا من يعني هنا ما زلنا غير في التاريخ وفي الدنيا وفي حكم البشر من ثبت أنه كان على حق يقول الصدق وأنه كان أمينا وصادقا فيما يقول ولا تحدث عن نفسي فقط لكن نفسي عارف ما كنت أقول كان هناك أيضا إخواننا وأخواتنا يقولون هذا الكلام من كان تاريخ الآن بأدلتكم أنتم بقوانينكم أنتم من كان الذي يقول الصدق فكذبتم تكذبونه وهنا نتكلم على المداخلة وما شابه المداخلة وطبعا كاين المداخلة باسم الدين ورام كاين المداخلة العلمانيين أيضا رأي المدخلية هذه ما يشبر كمذهب منحرف من السلفية لا رأي كاين المداخلة العلمانيين والمداخلة باسم الوطنجية والمداخلة باسم الإسلام والمداخلة باسم ماركس رأي كاين بزا في الأنواع تعل المداخلة أيولئك الذين يقدسون الحاكم قال لك ولو شفت يزني في التليفزيون كل يوم نصف ساعة ويشرب الخمر معها احذر قالك احذر احذر تقول كلمة طيب بهذه الطريقة لازم أن تقولوا لازم أن نخرج من هذا الدين لأن هذا الدين جاء للأمر بالمعروف والنهي على المنكر جاء للعدل جاء ليصلح الناس ليس لخلق أرباب من الناس هذا الدين إذا كان حطم الأصنام وحطم تقديس البشر أنتم الآن تقدسون البشر وتجعلون منهم أنهم لا يسألون من الذي لا يسأل عن ما يفعله؟ إنه الله سبحانه وتعالى عندما خاطب رب العزة قبل 14 قرن نبيه قال له رك مسؤول هم مسؤولين ستسألون ما فيش نقاش كلكم ستسألون كبشر لكنكم أنتم اليوم تقدموه مننا في شكل أنه لا يجوز حتى أن تفكر بينك وبين نفسك أنه سيء خربتم عقول الناس وعقولكم الخريبة وزورتم وزيفتم الدين لصالح المفسدين يا ليت كانوا على الأقل يبانوا من ناحية الأخلاقية والدينية أنهم لبس بيهم يعني هؤلاء مفسدين في الأخلاق ومفسدين في نفسهم مفسدين مع الناس ولصوص ومجرمين وخوانا من فتح الأجواء لفرنسا لتقتل الناس باسم الحرب على الإرهاء من الذين تسمونهم ولاة أمر وما هم إلا ولاة إجرام وخوانا ولاة فجور وخمور يا من تزعمون العكس بالمناسبة يعني هكم تشوفوا تبون ما كانوا رأوا كمة بدوي وأيحيا وسلال نفس الشيء هاوا تبون اسمعوا ما كان يقول رئيس أنا سنواصل المشوار الذي بدأه أخي وصداقي وزميري ورفيق الدرب أنا وعبد المالك من ثلاثة وثلاثين سنة دو كمتانيوناج سيحمد الثقة المجددة فيه من طرف الخمطة الرئيس وأعتبرنا الثقة في محلها لأنه له كل تجربة وكل حينكة في تسيير أصعب الظروف فيما يقصني شاكل في الخمطة الرئيس الثقة اللي وضحفية ووصلت لقصر الحكومة كل مهام لازم تنتهي هاكو وصلت مش لقصر الحكومة فقط هاكو وصلت لقصر سيدك الرئيس المقبور هاكو وصلت حتى المكانه بفضل أويحية لكن لما كنت عدة مرات قلت بأنه قلت أنا بدوي قضية قضية وقت وسيتم سجنه كان كتب لي يوم ها أحد المطالعين قال يرا كل ما تقول باللي بدوي راح سيتم سجنه راح يأخروا في السجن نتاعه قلت له ما تقلق شروحك سيسجنونه اليوم خذاوه كانوا اعتقلوه عدة مرات كانوا اعتقلوه سجنوه فترة هاكذا عادوا يطلقوه لأنه عنده بعض تدخلات هاكذا لكن اليوم خذاوه من الجلسة 12 سنة من الجلسة راح لها راح لها يمشي على رجليه ولا مسلسل هاي واحدة واشو نقول فيها كنت سابقة ربما وانذكرت لكم هذا الموضوع من قبل رجعوا لي ملف بدوي ملف بدوي رئيس الوزراء حتى حتى ديسمبر اللي فات بدوي كما تعرفوه كان يعني ما يعرفونه على قليل جزائريين اكثر هو حينما راح جمع خمسة خمس ملايين او ستة ملايين انا ذاك قال لك انتاع اولاق وقع عليها الجزائريين استمارات من اجل عهدى الخامسة في واحدة من الخداع الكبير واللي اتضح فيما بعد ان ابو تفليقة اه بعدان قال انا حتى ما كنتش حابة الروح للعهدى الخامسة مش انا راح جابلنا ستة ملايين استمارة هذه وحدها المفروض تاخذ بدوي لموراة الشمس الى عشرين سنة سجن لكن راهم يحاكموا في هذه الايام مش على هذه لماذا يحاكموا الخلفي انتاع الحكم هو انه كان مشارك في الانقلاب اللي كان يقوده ابو عز وسيني باش يجي ميهوبي مدل تبون ولكن في اللحظة الاخيرة جنيه اليوم كان قايد صالح مريض وكان بعيد ومش فاهمين جنيهات تصلوا بالقايد صالح وقالوا له راه ابو عز وسيني يريد ان ينصب ميهوبي بدل تبون وانترك عطيتنا تعليمات ان ينصب تبون ففي اللحظة الاخيرة قايد صالح امر ابو عز وسيني ان يتوقف وقال لهم لازم يخرج تبون وكان يومها مريض وخرج تبون يوم الجمعة 13 ديسمبر كما تعرفون لكن اللي كان مشاركين الان راههم اما في السجون او على بواب السجن اخطر هؤلاء ابو عز وسيني اللي سجنون في في افريل ماد في 13 افريل ماد هذه كانت في 15 فبراي 2021 وان قلت فيها والحقيقة كانوا واحدة ربعة ولا خمسة تدخلات في بدوي سيسجن ولو بعد حين ما فيش نقاش لماذا ما فيش نقاش يعني بالنسبة لتبون لو كان ما هوش هذه اللحظة اللي فطن فيها لقايد صالح وقالوا له قالوا له المساعدين انت وقالوا له راه ابو عز وسيني يريد وضع ميهوبي وانت قلتنا نوضعه تبون رئيس الجمهورية لو كان ميش هذه اللحظة اللي فطن فيها لقايد صالح كان مريض كان متعب جدا داك الوقت وامار بان يكون هذا كان يوم الخميس 12 ديسمبر في المساء لان اللي يتذكروا هذه اللحظات يرجعوا لبعض قناواتهم مثلا قناة العار كانت تقول اننا ذاهبين لدور ثاني وان ميهوبي ممكن هو اللي يخرج لما خرشوا دور الاول راح يرحوا لدور ثاني لما فطن لقايد صالح وعقا عوامر قال لا تبون يخرج وما فيش دور ثاني هذا اللي نجا تبون شكون اللي كان وراء العملية كان اللي تزعمها وليعطى الأوامر ابو عزة وسيني كان قايد المخابرات الداخلية اللي نفذها كان بدوي باعتباره وزير اول وهو اللي اعطى أوامر للوزراء والولاة انه يخرج ميهوبي وبالفعل خرج هو الثاني فقط في اللحظات الاخيرة قالوا لازم نخرجه تبون وإلا كان يخرج ميهوبي ولو كان يخرج ميهوبي كورا شنقريحة في الحبس وبو عزة وسيني هو في بلس شنقريحة كورا تبون في الحبس وبدوي ممكن رح رئيس وزراء أو وزير خارجية أو أي منصب لأنه لعب دور كبير في استقدام ميهوبي إذن تلك اللحظات كانت حاسمة تخيلوا لحظات جنرال مريض قائد الجيش تماما متعب يجو يقول له راه الجنرال تع المخابرات يريد أن يخر شخص آخر بدل الشخص اللي قلت أنه واللي رئيس اللي هو تبون فيفطن ويقول لهم لا نفذوا الأمر اللي أعطيته لكم تخيلوا البلاد كيفش تحكم حكم وليم 12 سنة جابوا له قضية واحدة رح نيجيبونه مجموعة قضايا ورح يصرع له أكثر من أويحي وسلل كل سبوعين ثلاثة رح تخرج قضية البدوي ومرة 15 ومرة 20 ومرة لكن مش رح يحكموه لأنه هذيك رح تمثلهم في العمق مش رح يحكموه على التزوير اللي كان ما نقولوش على خمس ملايين استمارة لا هذيك ما ذقعا مشاركين فيها لا على التزوير اللي كان باش يجي هو كله مزور لكن كان هناك تزوير داخل التزوير اللي كان باش يجي ميهوبي بدل ما يجي تبون هذي مش رح نحن يحكموه عليها لأنه تمثهم تمث لهم بعض الشخصيات اللي نعمل الآن في السلطة أيضا خاصا في الجيش عبث لعب حياة العيش الراغيط اللي نعايشين فيه كجزيريين ونبكو على أخوانا اللي في الداخل الحقيقة أما الناس اللي في الخارج ما ريش تعبانا مثل الناس اللي في الداخل الناس اللي في الخارج الناس اللي عندها كواغطها في الخارج اللي عندهم إقامات ومقيمين بشكل شرعي حتى اللي مش مقيم بشكل شرعي ما يخصوش ما يموت لا من البرد ولا من نقصد ولا من الجوع لا من اللي ما عندهش سكن لا ما يموتش سواء يخدمونه ما يخدمش حد أدنى يضمنوه للناس ويضمنوه لكرامة الناس لكن أخوانكم يراموا في الخارج راحي قلوبهم هناك إضافة إلى أن هذاك وطنهم وأهلهم كل شيء هناك ترجمة نانسي قنقر